الروح انا ياك المن على صفحة سبعة وتسعين عزيز الطالب بعد ما حلينا وفصلنا صفحة ستة وتسعين راح نشوف تحتوي على ثلاث تمارين عزيز الطالب واوة تمارين مثل ما تلاحظ امامك هو تمارين سي يتحدث لي عن determinants شنه determinants المحددات اللي هنه few either both all some هذاني المحددات اهنان اش اريد من عندك اريد من عندك فقط تنتبه لي على الترجمة لان هي شغلة الترجمة نجي ما عدا البوث البوث مبين يعني والبقية العقلين اريد انترجمة وحفظ نجي choose اختار لي the correct word الكلمة الصحيحة واحد اثنين نختار واحدة من عدن in brackets بين قوسين to complete لكي نكمل each sentence كل جملة نجي للجملة الاولى حالها few فاش راح اصير عدي راح اصير عدي few people القليل من الناس no يعرفون how to fix كيف يصلحون their own computers حواسيبه مفعلا الناس اللي اعرفون يصلحون الحواسيب few قليلين اما either معناها كل لا ميصر كل كل انا سانة حاسبت لا عطلة عارفة وانت انظيف اخاف انظف اخاف يصير به شيء الا اوديال للمكتب لاحظ فهنا few لاحظ نجي المن نجي للثاني you can take انت يمكنك ان تاخذ هنا either شوف either اكو نحسي تقول either كيف ف either either نفس الشيء either train يمكنك ان تاخذ اما شوف train هاي either تأتي بمعنى اما وتأتي بمعنى كل فهنا اما train to london يمكنك ان تاخذ train to london اللي هو قطار الى لندن وانتبه خاف تقول ما فاهم عزيزي ذني اعتمدى على المعنى زيان انا استاذ شو نعرفين ابوي الكمبيوتر قليلة الناس الصلحة اذا لازم يختار قليلة القطار الى لندن نقول اما اذا نختار either نجي هاي لا افهمك يا فيم وهاي واضحة كلش كلش ليش تان بها both والبوث عزيزة شا تريد البوث تريد مثنى تريد اثنين يعني فقط لو تلاحظينا parents اللي هم الابوين الابو والام دولش قدت تسعة الاثنين اكيد اثنين مباشرة اذا بوث الابوين كل الابوين يجب ان يوقعوا هذه الاستمارة او هذه الاستمارة الروحانيك المال للرابعة الرابعة بيها todo لو صم لو كل لو بعض بما انو راح يستثني واحد أنت ما تحل فما راح يصير أقول فاش راح أقول راح أقول فاش راح يصير جوابك بعض الطلاب يجب أن يكتبوا هذه المقالة مرة أخرى لكن أنت لا لو تلاحظ عزيز الطالب هنا ما اختارت لأنها استثنية واحد فاش قلت قلت نجي لهذه الخامسة المدرس أعطانا طبعا الاختيار من هو الكثير من الواجبات البيتية تدو أن نفعلها خلال الأطل هذا بالنسبة للخامسة طبعا ليش لأن بدون استثناء حسب المعنى كل الأطفال يجب أن يذهبوا بدون استثناء بدون عدهم ما عدهم أهلية ما أهلية ما عارشنوا فلازم كل الأطفال يجب أن يذهبوا إلى المدرسة إلى المدرسة ويحصلوا على تعليم جيد فلو تلاحظ هذا بالنسبة للتمريسي محتملا يجيك بين أقواس عزيز الطالب وركز لي على الملاحظات اللي أنا حجيتها راح نيجي آني على التمرين تمرين دي جميل ولطيف قواعدي ويختص موضوع واحد اللي هو المستقبل المستمر لو تلاحظ شي يقول يقول كمبيت أكمل الجمل ذن الجمل يستخدم بإستخدام المستقبل المستمر مباشرة يجي ثلاثة شغلات ببالي واحد اثنين ثلاثة من أن هذا واحد لازم الجملة تحتوي على وال لأن فيوتر بالإضافة إلى ب ثابتة وآخر شي فعل ب اي ان جي إذن كل واحدة من هذن الجمل لازم تحتوي على وال وتحتوي على ب ولازم يكون الفعل ب اي ان جي نجي للنقطة الأولى سوري آسف سوري آسف اي ناط كام لا موجود الول ولا موجود البي ولا الفعل ب اي ان جي ذا أن كلهن أنا راح أسوي لو تلاحظ اش راح أصير هاي الول خليتها صارت وال ناط لطيف بعدها ب بعدها جيت للفعل كام مش ضيفت ل اي ان جي شوفوا الملاحظة الجميلة شوفوا الملاحظة اللطيفة إذا انتهى الفعل بحرف اي أحذف حرف اي وش اضيف اي ان جي اكو بعض الطلاب خطيئة يخلي الول ويخلي النات والبي ويجي للكم ويخلي اي خليها نفسها ويضيف اي ان جي يطلع فرحان حليتها صاح هاي النقطة اي والله صاح حتى حالة خطيئة بس عندك هاي يدير بالك علي هاي هاي تنقص درجاتكم فلاحظ عزيزي خليت وال بما انه نفي خليت النفي صارت وال صارت اي واني ااسف اي وانت او اي وانت انا سوف لن بي اكون قادما الى حفلتكم اي 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 انا سوف اكون بعيدا يعني بغير منطقة بغير محافظة بغير دولة والى اخره نجي المن نجي الهاي السام اللي هو عصام اوكي نوت وورك ايضا عندي لازم ثلاثة وال وبي وفعل شبي اي ان جي مع الانتباه النات تبقى ادات النفي اخو انا هي جملة من فيها خليها من فيها اخو ما اغير بي اي فلازم اضيف الاشياء الثلاثة ذني بالاضافة المحافظة علي من عن نفي مثل ما سويت هنا بس هنا اي راح علمك على طريقة اخرى وانت تعرف ها بس انا اوه لك عليها الوال نوت هاي من اختصرها شو صير وانت باختصار شديد يعني انت خليها ببالك تقدر تختصرها وتقدر تكتبها بهاي الطريقة وتقدر تختصرها بهاي الطريقة لاحظ هاي فكرة ايضا لك بعد عندك البي ينزل انت تخلي من يمك وتجي للفعل Work شو ضفنا ل ing نجي عصام Won't be سوف لن يكون Working يعمل this week هذا الاسبوع بكوز لان he is on holiday لانه في ابل راح نجي لمن نجي للثاث my grandmother اللي هي جد stay اللي معناها تبقى اذا هسا انا عندي بس فعل ايش احتاج احتاج الول واحتاج البي واجي اضيف ing فاش راح تصير will be staying my grandmother جدتي will be سوف تبقى staying ايضا تبقى هي will be تكون باقية with us معنا for a month لمدة شهر لو تلاحظ عزيز الطالب الثلاثية واحد اثنين اثنين راح تشوف بقية الجمل the painters اللي معناها شنو الرسامين الصباغين will be painting شوف هنا صباغين will be painting الwall will be وفعل paint اش ضفت ل ing the ceiling tomorrow اللي معناها السقف غدا يعني الصباغين سوف يكونون يصباغون the ceiling اللي معناها السقف tomorrow غدا راح نجي للخامسة the class will be staring حتى ما طول عليك الصوف will be سوف يكون starting و رح تعرف انه خلينا و خلينا بي و خلينا انجي سوف يكون يدرس rain forest الغابات المطرية next week الاسبوع القادم بعد او team فريقنا play يلعب will be playing لاحظ will be playing your team يلعب فريقكم in the tournament لو تلاحظ tournament معناها المباراة tournament عزيز الطالب لو تلاحظ هذا التثيب تخليها بارك يبقى خاف طالب يجي استاذ هذا شون يجي ممكن بالامتحان ابو يطيك اي جملة من هذاني ويقل لك مستقبل مستمر انت لازم الصحح واتحل بهاي الطريقة اللي هسا حليت لك بعد راح نروح علما للإكسرسايز الاخير بدرس الهذا اليوم اللي هو اي ايضا قواعدي بالمناسبة كل قواعدي الكلمات في الترتيب لكي تكمل المحادثة طبعا عزيز الطالب هنا اكملاحظة صغيرة احب اقولك بها انه هنا المكان ما لتجواب قصير يعني هو بالكتاب يعني مستغرب يعني انت هذا مننا لحد لهنا هذا لازم ينكتب هنا شون يخلي الطالب غير عرف فلذلك انا اش راح اسوي راح هلا فوق يعني هس هاي اي راح شي يقول يقول ذاي طبعا راح رتب هاي ذاي جبت بعدها هاي الول وبعدين ب وين البي هاي البي وبعدين شاوين هذا الفعل شاوين وان يو فيلم آد السينما تنايت كل هاي جبت بالسرعة زين استاذ تقيل القواعد يات وذن الترتيب اي هذا تدري يا زمن هذا قبل شوي اشتغلت لك علي المستقبل المستمر زين استاذ شون احسب ياي وال وب وفعل شبي آي ان جي لاحظ فذاي بعدين الوال بعدين البي بعدين فعل يحتوي على ان جي ش راح يصير ذاي هما سوف يكونون او سوف يكونون عارضين يعرضون نيو فيلم اللي هو الفيلم الجديد في السينما في السينما تنايت الليلة طبعا هاي ترجمة ما موجود بهذا بين قوسين النوبة هنا هل تريد ان تشاهده معي هل انت تريد ان تشاهده معي هذا كله بالنسبة للطالب الطالب راح يقول بالتأكيد اعرف الفيلم والنوبة راح اجد اني ارتب لك شوف راح يقول راح يقول انه انكريدابلي بشكل لا يصدق فني يعني مضحك بشكل لا يصدق and the actors والممثلين are extremely good جيدين للغاية لاحظ عزيز الطالب هنا هذا الموضوع اللي اخذت بالبداية اللي هنا عندك ذني adverbs الظروف incredibly extremely absolutely ذني شي سواني قوان الصفة اللي بعدين مثلا funny good هذا شغلة وهذا فكرتهم بعد نجي المن نجي للأي الأي راح اش اسوي ذني الكلمات ارتبيني نانا حتى تسوي لك موضوع اش اسمه اسمه العرض ليش انشفت shall وبعدين i shall i راح اصير عرض ش راح اصير راح اصير shall i انا عرض علي shall i buy tickets هلا انا اشتري التذاكر for the six o'clock session طبعا session بمعنى محاضرة بمعنى شنو بمعنى محاضرة او تجي بمعنى جلسة فهنا قاعد في سوي قاعد يعرض علي شراء التذاكر للساعة السادسة جلسة الساعة السادسة زين استاذ احنا متعودين العرض انتي بي من علامة استفام شو ماكو هاي هو مخليكي انا ذين وعلامة استفام واضحة الفكرة نجي المن للبي البي هذا راح يرد علي اكيد هنا عرض علي يشتري التذاكر البي راح ارتب لك ذين باوي شو راح اقول راح يقول اي وول ناط بي رادي باي ذين انا سوف لن اكون جاهزا بذلك الحين بذلك الوقت لحظ عزيز الطالبي هنا عندك زمن المستقبل البسير استاذ دقيقة انت مو قلت الول يجي وراها بي ونو باي انجي راح يصير مستمر شو هنا ما كو انجي ابوي انت اذا اجاك فعل وبي انجي نقول علي مستقبل مستمر زين اذا ما اجا فعل معناها مستقبل بسير يعني شلون استاذ يعني اقل لك اني اريد انا اكون او سوف اكون بالمستقبل طبيب اي وول بي ادكتر شوف وول وبعدين بي وبعدين ادكتر معقول الطبيب اضيف لانجي صير دكتور امسا معدل فخليها ببالك اذا اجا وبي وفعل بانجي ماشي هذا مستقبل مستمر اما اذا ما اجا فعل خلاص هذا لن اكون جاهزا باي ذن في ذلك الحين بعد يقول اي 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 اخسل سيارة ابي بعد هذه الظاهرة اكمل الطالب اي اي راح يسوي هنا راح يسوي سوال باستخدام الافعال السذبية اللي هن او الهاف هنا عندي هف شوف لماذا هو شوف هاذ وهاي اللي تدل على المفعول به اللي هو السيارة وبعدين بعد المفعول يفعل بالتصريف الثالث اللي هو واشت فيش يقول لماذا هو لم يخسلها اوكي ات اكار واش في مكان لغسل السيارات اي انا انا اعرف انا اعرف واحد بعد اقل بس دقيقة حس انت لحد هنا هو احجيت وحليت انها مشكلة الحل شون ممكن يجلب الامتحان يا ابوي نفس ذن الجمل نفس هذن الجمل ويقل لك اقل اد احجيت الامتحان او اضع الكلمات بالترتيب الصح انت اترتبن حتى تسوي جمل باختصار شديد الامتحان الخاصة اللي يجي وراها توفعل مجرد مثلا براميس مثلا الفوركت مثلا دي سايد مثلا اجري ريفيوز والى اخر هناش عندي عندي براميس هنا هذي لازم يجي وراها توفعل مجرد فلو تلاحظ هي براميس هو وعد توكيف مي ان يعطيني صمني بعض النقود هاي هذا هذا حال هاي بعد اريد اركز توكيف هنا هذا فعل خاص يجي وراها توفعل مجرد بعد هاي الفلوس اللي هو وعدني راح ينطينيها النقود اند اي نيد انا احتاج وانا احتاج ذمني النقود توباي لكي ادفع فو ماي تيكت لتذكرتي هذا عزيز الطالب بالنسبة الى حل التفصيل صفحة ستة وتسعين سبعة وتسعين المواضيع القواعدية والدرس المهم جدا جدا قد انتهى درسي انتظروا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة